نتابعين بصباحنا ووصلنا إلى فقرتنا الأخيرة لليوم وختمة مسك دائماً نسمع بمبادرة شهيق زخير وخاصة يمكن على الإخبارية السورية من سنواته نحن عم نتابع تغطيات هالمبادرة يلي بلشت من أيام الكورونا يلي اهتمت بكل محتاج بكبار السن بصغار هونت عن الناس وساعدتهم بجميع المجالات إن كان بالجانب النفسي أو إن كان بالجانب المادي أو إن كان بالجانب الطبي وأيضاً بالكارثة الزلزال كمان لجميع اللي تضرروا كان في مبادرة شهيق زفير كانت حاضرة على أرض الواقع ولامسة معاناة الشعب وخاصة بحلب وتمت مساعدة كثير من العيال والعائلات المتضررة اليوم بصرنا نرحب بضيفنا يلي جاي من حلب مؤسس مبادرة شهيق زفير السيد منتصر كيالي صباح الخير صباح أهلا وسهلا فيك صباح الخير نقول لك الحمد لله على السلامة يعني نحن دائماً نتعودين نأخذك اتصال هاتفي نتطمن عنكم وعن أهلنا بحلب فاليوم أنت موجود معنا أهلا وسهلا بحضرتك شكراً صباح الخير ياهلا وسهلا فيكم حبينا نكونوا بالشام بين أهلنا عشان نعطي فكرة عن عملنا ذكرت عملكم وعمالكم معروفة إن كان على السوشال ميديا وإن كان إعلامياً كان لكم تواجد كثير كبير أيام جائحة كورونا وأيضاً بكارثة الزلزال وكنتم موجودين دائماً على الأرض ضمن فريق شهيق زفير خليني نحكي عن هذا الأعمال بهيئة الفترة أو بجائحة كورونا نحن بصمة سورية بصمة مجتمعية حبينا نكون على الأرض مشان مسانة الناس مرضى الكورونا وشاف عنا تقريباً شي بحدود 8000 حالة من أصل عدة حالات كنا فريق فريق كان صغير نوع عمال كبر 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 حتى بالأخير حسنا حالنا أني أني نحن أصلا نشوف حالنا بالشوارع أني هذا الشخص شهي يزفير هذا مسلا عمل عمل كذا هذا كذا فكان إنا دور إننا دور مجتمعي وكنا فعالين على الأرض مثل عادة حتى وصل صوتنا للشام وتكلمنا سيد وزيري الصحة على عملنا وكان الشي اللي عملنا نحن نعم بضافة لموضوع مبادرات أخرى كانت موجودين نحن على الأرض فيها مبادرة دفتر وألم فوزير قرطاصية كانت وزير قرطاصية على الأطفال بمناطق مضدرية جداً جداً عملنا كمامة والطفل عملنا فرحة الطفل عملنا مبادرة كثيرة للأطفال المحرومين على هذه الأسرية فكان موضوع أخذ دور كان إيجابي نوعاً ما وقالوا صدى جيد طبعاً نحن مبادرة أهلية مجتمعية ما في عدنا دعم دعمنا أصحاب الخير الناس اللي هني يشتغلوا مشان دعمنا نحن وفتت السلزال كان موضوع كارثي نوعاً ما مخيف كان ما اسمنا وصلاح عليه ومفاجئ يعني ومفاجئ تماماً المشكلة أنه ما كان فيه داتا داتا ما كان موجود الناس كانت تخبط كانت تخبط بوضيع هذا اللي بيساعد هذا اللي بيتنصل أنا أبدأ أساعد هذا وإلى آخر فكان موضوع شفائي نوعاً فيه تخبط بس الأمور ركزت نوعاً ما صارت فيه على أمور الاستقرار وكانت نوعاً ما جيدة بأمور كتيرة فهذا الشي خلنا شوي نوعاً ما نحن نكون مرتاحين بالإضافة إلى ما عملنا كان نحن نزلنا من الثاني يوم موضوع الاستجابة الثاني يوم كنا نازلين على الأرض كان أننا دور ساعدنا عيال كثيرة في توزيع حرامات بطانيات موضوع الأساسية للذات اللي متضرق مثلاً موضوع موضوع أغزية حليب حفوظ الأطفال حتى وزعنا الشامبو سيناء لشان موضوع كذا كذا الأخري فكان موضوع أننا دور كثير وحاولنا نكون موجودين نحن طبعاً بإضافة إلى الموضوع كان عامنا مبادرة كما أسمنا سأف يقطينا ويحمينا أخذنا كمان حاولنا نستأجر عيال ضريرة في بيوت معينة بحلب فكاننا دور وحاولنا نحن نكون فعالين على الأرض مثل عادة نعم سيد منتصر يعني خلينا هيك نحكي عن عيلة شهيق زفير بلشنا بأفراد عدد قليل كبرنا كبرت عيلتنا وكبرت أكيد وكترة مسؤوليتنا ومبادرتنا اليوم خلينا نحكي عن الشباب والصبايا المتطوعين معكم خلينا نحكي عن هلكادر كيف يمكن من كذا سنة هو عم يتدرب أكيد صار تطور صار فيه يمكن شق إداري شق تطوعي ويمكن لكل حدا تحددت مسؤوليته ضمن المبادرة خلينا نحكي عن هيد الفاميلي نحن بلشنا كان بلش الفريق بخمس أشخاص كانوا أطباء كانوا مهنسين كانوا طلاب جامعات كانوا حابين يعملوا شيهنين خاصة فترة الكورونا كورونا كانوا نوعا ما كان له تأسير سلبي على الناس بشكل عام فكانوا حابين يتطوع وحابين مسلا يكونوا معنا لنا أنا ما بعرف يعني فجأة أنا فجأة حسيات حالي 25 أو 20 شخص أو 30 شخص بفترة من فترات نحن الجوارب معنا أو الأقسام معنا الموجودة نحن أننا تابعين لموضوع دعم النفسي عندنا دعم لكادر إداري موضوع الأطباء عندنا معنا أطباء في معنا جانب قانوني صغير أبصده عن موضوع عليه هذا لطباء طبعا نحن ما بصيب بلاهم لانه هنه أساسا هنه بشغلنا هنه الأساسي بعملنا نحن بلشنا به هالموضوع بالذات وكبرنا حتى حاسينا حالنا انه لازم نعمل شي نحن عمول مجتمعية أخرى نوع ما لانه كورونا حد خلص كورونا أكيد كورونا خلصت بس في عنا جوانب تاني في عندك شغلات لازم نحن يكون قادرين نحن يكون مجتمعيا عليها متل عادة جيدين فيها والحمد لله عملنا شي نوعنا وعملنا شي عرض الواقع وكان إنا دور بهبه الخصوص من عنا الحمد لله وأكيد اليوم تشكر كل الجهود اللي عم تشتغلوا عليها ضمن الفترة الماضية كنا عم شوف عم يمرؤ معنا هلأ على الشاشة أنشطة لأطفال داون يعني اليوم وقتل من قول داون نحن عم نحكي عن طفل دوي احتياجات اليوم المعاملة معه حتكون جدا خاصة وجدا حساسة وهو أنهم من الأشخاص تي اللي صح عندهم مشكلة ولكن بيتميزوا بيقصص كتير بحياتهم نخبرنا اليوم منتصر عن هاي التجربة كيف كانت شو أعطيتونش كيف أثرتوا فيهم وأكيد هنو نأثروا فيكن أكيد هنأثروا عطوني أنا طابع إيجابي أكتر عطوني طاقة عطوني محبة عطوني رو خلاءة نوعا ما هلأ نحن طلعنا من الكورونا فكنا حابين نعمل شي هدول الأطفال مغيبين مجتمعيا صراحة على الأسف فيش شي اسمه مقولي بتقول إن هدا منغوليا لا هدا مو منغوليا هدا هدا الطفل عنده عنده مشاعر وعنده أحاسيس وعنده طلقات فظيعة حتى جتمنى عن موضول إحنا باقى وليست إعاقة كان هدا الطفل كان له دور كبير صراحة له بصمة معينة هدول الأشخاص المغيبين مجتمعيا حاولنا نحن نظهرون ونضوي عليهم هالإضاءة هي بتعطي إفكت حلو بتعطي للناس تعرفون أنه في عوائر كتيرة بيحلة بالأسف هلا عندهم أطفال داهم تلازمت الحب مخبينهم ممطلينهم الضوء متعادل بيخجلوا اليوم بيخجلوا بيخجلوا إطلع حدا يطلع حدا مثلا بالشارع مع الطفل يعني فليش بالعقس هذا كل مزون الحب فهو بيعطيه صعادة وبيعطيه الحب أنا أعطي مع شخص إذا ألهمه معه ربع ساعة ونص ساعة أو ساعة بيعطيني طائجة فيه بيعطيني فكرة حلو بيعطيني أني هذا الشخص لازم أنا أكون يحبني وأحبه عشان أعطيه حب أكتر وأكتر فهذا الشي كان له دور كبير فحاولنا نحن نشتغل على الموضوع دعم نفس الأطفال فتت الزلزاق كان مخيفة لألهم كتير بصراحة اشتغلنا على الموضوع دعم نفس الأطفال حاولنا نعمل لهم جلسات معينة توعبية حاولنا طالوا من جو بحفلات بأنشطة ترفيهية بموضوع كان له دور كبير نوعا ما نحن غايتنا نحن هذول الأطفال متلازمة للحب اندخلوا سوء العمل قال هذول الأشخاص دمج مجتمعي مع كل الأطلاف مع كل جوانب وحسننا نماشي نحن عملنا طبقناها التجربة بمحلين في مطعم طبقناها بمون هو يصال هذا الطفل يبيع يتعاطى مع الناس والناس عاد تحبه يعني الناس بعض الأحيان هذا الطفل تلازمت الحب يصال الناس عنده أن يبعدوا عنه لا بالعغس صاروا قلبوا عليه يحكوا معه وخاصة هنه كير هنه فريندي هنه فريندي من جوه بيعطوا بيعطوا ويعطوا وضعات حلية تماما تماما فاشتغلنا عن الموضوع عليه لحنا غايتنا دخلهم بسوء العمل مشان نكونوا أشخاص قادرين المجتمع يدور بصمي حلو إنه عمل فإن شاء الله يكونوا عننا هذا الشي وإن شاء الله يكون دور كبير بالموضوع وإني هنه بصلاحة بستهلوا الحب أكيد أكيد وكل التحية لألون ولأقلوبهم الطيبة المحبة المعطاقة وأهم الشيء يمكن الحالات التوعية للأهل مثل ما ذكرت حضرتك يعني فيه كتير أهل بيخجلوا بلعضون لا تخجلوا لأنه هنه بركة بركة أستاذ منتظر خلينا نحكي قبل ما يضحنا الوقت يمكن شفنا كتير مبادرات حكينا عنهم سريعا بمبادرات ضمن مبادرة شهيق زفير اليوم شهيق زفير عم تتطور عم تكبر ولكن تنظمت أكتر أحلامنا لوين بالمرحلة الجاية يعني أكيد حضرتك هون موجود لحتى إثبات هاي المبادرة أكتر كان عندك كذا اجتماع كذا عمل كذا داتا توضحت بالنسبة لألك اليوم صرنا شي منظم بالمجتمع مو بس بحلال نحن عم نكبر وعم ننتشر إعلاميا وعم ننتشر مجتمعيا خلينا نحكي يعني هاي المبادرة لوين رايحة شو هي أهدافها الجاية أكيد كل مبادرة تبلش صغيرة عندها أهداف عندها حلم أنا حلمي منسبة لي هذول الأطفال يكون هن ألهم منسري أو بمعنى مجمع قاصبيهم عشان تدريبهم تأهيلهم أعطاءهم أعطاءهم طابع حلو عشان يكونوا فعالين بالمجتمع أن هذول الأشخاص هذول بالذات نحن طعنا من موضوع الكورونا جينا على موضوع أطفال لازم تلحب فنحن هذول لازم نركز عليهم لازم نكون معهم فعالين فأنا برأيي شخصي أن هذول الأشخاص لازم هن يدعموا لازم يدعموا بكل مجالات يعني أكيد الدولة ما بقصير بس هلأ الساعة يعني في عندك جهنب صغير أن هذول الأطفال عندهم جوانب نوعا ما سلبية فأنا غايتي مجتمعية أن يكون هذول الأطفال لديهم دور كبير للمجتمع وكونوا لهم فعالين على مستوى من الفترة شفت أنا تجربة كيلة حلوة بسيد وزير دانيم طبع وزير تلتحية جاب الطفل دون حطه بمكتبه وخلاه يوم كامل بس يكون هو وزير عاش التجربة تماما فهي التجربة كيلة حلوة بصراحة أنا بوجد له كل التحية للدكتور لأنه فعلا عب يعمل شي حلو مجتمعي حلو هذا موضوع يتدمج أني هذا الطفل هذا مو أقل مني هذا لا بالعكس هذا عنده عنده أدرة عنده حب فهذا الحب نحن نأخذه لكي نطوره لإن شاء الله التانية حتى شفنا تجارب بالمطاعم يعني في دمشق يعني وناس يتقبلت بساعة وحب هو نهاية ثقافية يعني اليوم كيف أنت قادر تعممها بالمجتمع بنهاية حديثنا لليوم أستاذ منتصر اليوم بشو الدعم لأنتو بحاجة لإلو هلأ الدعم نحن أكيد كل شخص عنده إمكانيات يكون معنا صغيرة بتكبر نحن بحاجة لمقر كبير بحاجة نحن لناس يستوعبنا صاح نحن نكون قادرين مجتمعيا أكيد أي شيء بحاجة لكون عندك بوادر معينة نحن بحاجة لدعم بحاجة لمقر بحاجة لحد يعرف هذا الموضوع الأهم هذا الشيء موضوع المادي بحاجة أن الناس أدر مع تطفل زويل همم هدو زويل همم عنده طاقات فنحن لازم نعمل دورات توعية لأشخاص اللي هذا الشيء موجودين هنا برضو الواقع يارب نكون أدل الحمل كل حب لسوريا كل حب لأي حدا حب طفل داون أي حدا يكون عنده أدراك موشي لهذا الشيء تماما سيد منتصر كيالين نحن كتير بدنا نتشكرك وأكيد مشكورة من القلب جهودكن اللي عم توصل لقلب كل حدا بحاجة إن كان من متلازمة الحب أو إن كان بحاجة مرأة عليه ظروف صعبة حلب الشهبة أكيد معروفة بشبابة بناسا بالقدعنة طبعهم نتشكرك كتير موفقين إن شاء الله نشوفكم بكل المحافظات السورية منتشرين وأكيد يد المساعدتنا من الجهات التي حضرتكم بحاجة لإله شكرا لك ولك شكرا أساس منتصر اليوم لحضورك ومثل ما قالت لي حلب الشهبة قدعني دائما مرأت عليكم ظروف كتير كانت صعبة وقدرتوا تقطعوا فيها فأكيد شكرا لحضرتك وأكيد من خلال تواجدك نصبح على كل شهيق زفير يعطيكم ألف عافية وأكيد تحياتنا لأهلنا بحلب يعني من خلالك شكرا لإلك إن شاء الله دائما ملتقى بنشاطات وفعاليات جديدة وصوتكم يوصل اليوم وتأخذوا الدعم الذي أنتم بحاجة لإلك شكرا 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 لكم شكرا 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 شكرا